تشجيع الاستثمار المحلي وتحقيق تنمية محلية مع إيجاد آليات لخرق الثروة هو رهان الجماعات المحلية اليوم ينتظر المواطن من خلاله تدسيد التزامات الحكومة التزامات ترفع الغبن عن المواطن في دل الصلاحيات المنتظر توسيعها للاميار والمنتخابين في المرحلة هذه القادمة وبناء على الانتخابات اللي جرات في 27 جوان واحد من أكبر رهانات الحالية للمجالس المنتخبة المحلية الجديدة هو تعزيز الحوكمة والانطلاق في عملية التكفر بالانشغالات الأساسية للساكينة من خلال الدفع بعجلة التنمية المحلية وهذا لا يتأتى إلا بمصادر تمويل جديدة ترتكس خصوصا على عملية الاستثمار المحلي وتخفيف من العب على ميزانية الدولة تحقيق المستوى المطلوب والثروة محلية وفق ما هو مخطط لها يضع الجماعات المحلية اليوم ماما تحديات جمع للخروج من الاقتصاد الريعي الآن هذه عجلة التنمية عندها شرطين الشرط الأول هو النجاعة في تسير المرفق العام من خلال إطلاق مشاريع تنموية تتعلق بالأساسيات والانشغالات الأساسية للجزائريين من خلال إطلاق مشاريع تتكفل بشبكة الطرقات شبكة الصرف الصحيحي المياه الصالحة للشرب شبكة الغاز والكهرباء وكذا الإنارة العمومية هذه ما يتعلق بالتنمية المحلية والشطر المتعلق بالاستثمار لا يتأتى إلا بمراجعة قانون الاستثمار بعد مراجعة قانون البلدية والولاي لانطلقة الحكومة في وراشات المراجعة عن تعو التنمية المحلية مشكل المواطن اليوم والهاجس الأكبر لدى رئيس البلدية الذي ينتظر منحه صلاحية شديدة لتسير شون اليومية للمواطن ترجمة نانسي قنقر